من الفن للفن بس طلاقة تانية ايه القصة؟ القصة ان تصريحات لبرومو حبر سري في رمضان مع زميلة اسم إبراهيم وشرين رضا كان بتتكلم فيه شرين رضا على مصطفى درويش لما سئلت خلانا نشوف التصريح ونشوف رد فعل مصطفى درويش رأيك في انسحاب الممثل مصطفى درويش من فن الممثل ده انا معرفش هو امين بصراحة فا بس فهي قالت معرفوش لم تعقب سلبا او اجابا هو رد عليها وقال معلش السن ربنا يديك الصحة وفيه فرق بيننا اجيال كتيرة هتعرفي مين ولا مين طبعا تصريح طبعا انا زالت من النمى يعني ما حبتوش كأنه بيعير حد بالسن بالزبط لا يليق يعني وده يعني فيه واحدة بتقوله مش فاهمة فين المشكلة ان ست ممثلة تقول انها ما تعرفش ممثل لسه جديد انه فعلا ممثل جديد وعمل دور حلو فعلا في مسلسل في رمضان لكن دور يعني مش نجمي مكسر الدنيا وارد وانا من تتبع يا خير لما اردتها الاسم ممكن ما تعرفش اسمه فعلا احيانا ما نربطش الاسم بالشكل على فكرة احيانا كتير لكن لما نعرف لما نشوف الشكل بيع الشخص بنفتكر يعني واحدة بتقوله بس العيب فعلا انك تطلع تعاير ست بسنها عشان تبين جامد وجدع وراجل ويعني مين اللي رب عليه روجينا باسيلي احد كاتبة ومخرجة افلام فدي مش اول مرة لانا الملاحظ بقى امانا لان دي بشوفه كتير جدا في شغل مصطفى اول ما بيلايه حاجة تريند على السوشيال ميديا بلاقي موجود وبينشط ولكن يعني الكلام ده تعمله بعد عشرين تلاتين فيلم ورصيد فني فدي من الحاجات اللي كانت مصاري اهتمام كبير جدا